بسم الله الرحمن الرحيم اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقتنا في يحكى ان من التلفزيون المصري القناة الاولى وحشتونا جدا جدا وبنسعد دايما ان احنا نكون مع حضراتكم وبتشرف ان انا نكون مع حضراتكم كل يوم سبت من كل اسبوع الحقيقة احنا اتعودنا لما بنتكلم في موضوع بتالي يعني خلاص بقى بقينا عشرة مع بعض يعني فاتعودنا مع بعض ان احنا لما بنتكلم في موضوع بنجيبه من الاول خالص وبنمشي معا كده مع تطوره لغاية ما نختمه لكن الحقيقة في الحلقات القادمة سواء حلقة النهاردة او الحلقات القادمة يعني احنا هنبتدي من الاول بدري اكتر يعني من الاول اول بقى فكرنا ان احنا نعمل مع حضراتكم مجموعة حلقات الحقيقة انها برضو اطلبت مننا عن الحمل والحمل وبالتالي ما له علاقة بالاطفال بعد كده علشان كده بحب ان انا انبه حضراتكم ان حلقة النهاردة ومجموعة من الحلقات القادمة ان شاء الله هتكون مخصصة بالكامل عن الحمل وهتفهموا قصدي لما تتابعوا معانا هذه الحلقات واعتقد ان احنا هنكون مع حضراتكم يعني مخزون كده معرفي كبير جدا جدا هيساعد كل الامهات والاباء او كل الازواج والزوجات اللي سواء بيخططوا للحمل لأول مرة او اللي هم يعني بيخططوا للحمل مرة تانية هنبدأ بحلقة النهاردة وهنبدأ باول عنوان في حلقتنا وهو الاستعداد للحمل الحمل اللي هو استعداد اه لا استعداد كل حاجة في الدنيا لها استعداد لما بنروح مناسبة بنستعدلها بنستعدلها في اللبس بنستعدلها في التوقيت في المسار اللي هنمشي فيه عشان نوصل في معادنا فتخيلوا بقى معايا كده ان الحمل اللي هو هينتج عنه ان شاء الله أهم حاجة يعني في حياتنا كلها وهي أولادنا لازم أن احنا نتعامل معاه بتخطيط وبتخطيط منظم جداً وكويس جداً كمان مفيش شيء ممكن يقارن بالإعجاز السحري اللي اسمه الحمل الحمل وبمنتهى البساطة والواقعية بيخليكي وأنا بكلم هنا بقى الزوجات اللي هما الجداد أو المخطوبين وهيبقوا عندهم بيت بعد كام شهر أو يعني قريب بإذن الله مفيش يعني حاجة في الدنيا بتخليكي شريكة يعني في الحياة أو شريكة رئيسية في صنع الحياة زي الحمل والاستعداد للحمل بيديكي الحياة الفرصة أن أنت والجنين طبعاً والأب يعني تعيشوا وتنجحوا مع بعض لكن أنا بتكلم على العلاقة الخاصة جداً اللي بتكون ما بين الأم والجنين خلال الحمل فكرة أن أنت مش بس مسؤولة عن نفسك لكن مسؤولة عن روح معجزة حقيقية ربنا سبحانه وتعالى يعني أمر وأذن أنها تكون حضرتك سبب في قدومه أو قدومها إلى الحياة الحمل هيعمل تغييرات جزرية في حياتك لكن كلها تغييرات إيجابية مش تغييرات سلبية زي ما بعض الناس بتقول أو بعض الناس بتكتب هتلاقوا الناس بتكتب ويقولك لا انسوا بقى خلاص بعد الحمل والولاد حياتك اللي قبل كده دي تنسيها كل ده كلام خاطئ وكلام مش موضوعي وهتعرفوا دلوقتي ويعني الحلقات أنا بدعوكم الحقيقة أنكم تركزوا فيها جداً لأن فيها معلومات يعني هتستمتعوا بيها جداً على المستوى المعرفي والعقلي وهتستمتعوا بيها جداً على المستوى العاطفي كمان والنفسي لما تكوني مستعدة وصحتك ممتازة فده يعني بيخليكي تخططي للحمل كويس وده بيخليكي قادرة تتكيفي مع التغيرات الكتيرة اللي هتحصل لك سواء في رحلة الحمل أو ما بعد ذلك طبعاً ما فيش شك أن في نسبة كبيرة من الزوجات ممكن يكتشفوا أنهم حوامل يعني فجأة كده الزوجة اكتشفت أنها حامل يعني ما بيكونوش مخططين للحمل لكل الزوجات دول مبدئين كده بقولهم أن العناية بنفسك والعناية بالجنين لازم تبدأ من لحظة اكتشافك أنك حامل يعني اكتشفت هونك حامل خلاص ابتدي بقى نظامي من دلوقتي وابتدي يخلي بالك من دلوقتي طيب أما الزوجات اللي بيخططوا للحمل ودي حاجة أفضل على فكرة الأزواج بقى المتجوزين جداد أو حتى مش جداد فيه ناس بيتجوزوا يقولوا احنا بنخطط مثلاً الحمل إن احنا إن شاء الله كده نحاول يكون عندنا أطفال بعد سنة من الجواز أو بعد شهر أو بعد سنتين كل واحد قدرة بظروفه اللي بيخططوا بقى للحمل فدول هنقدم لهم دلوقتي في موضوعنا ده مجموعة من النصائح أول نصيحة إنه لو كان فيه وسيلة تنظيم أو منع للحمل يعني بتستخدم لفترة فلازم طبعاً وسيلة المنع دي تقف تقف ليه؟ عشان يحصل الحمل تمام؟ طبعاً أنتم عارفين إن وسائل منع الحمل أو وسائل تنظيم الأسر يعني بتختلف فطالما الوسائل بتختلف فبالتالي فرص الحمل بعد إيقاف الوسيلة هي كمان بتختلف من حيث الوقت اللي بيحصل فيه الحمل بعدها يعني مثلاً ممكن تكون في زوجة بتاخد أنواع أقراص من منع الحمل فتوقف فيحصل الحمل بعدها بأسبوع فيه ناس تانية يحصل نوع تاني الحمل يحصل بعدها بشهر النوع تالت أو أم أو زوجة يعني تكون استخدمة مثلاً اللولب فده لما يتشال الحمل يحصل بعدها بفتر وهكذا طيب هل فيه قانون ممكن يجمع لنا الحكاية دي كلها؟ آه بصفة عامة يفضل إيقاف وسيلة منع الحمل قبل ثلاث شهور على الأقل من حدوث الحمل يعني إحنا هو دلوقتي في الوقت الحالي إحنا هو بنخطط للحمل يبقى أنت هتوقفي وسيلة منع الحمل دلوقتي على أساس أن أنت تخططي بقى أن الحمل ده هيحصل بعد ثلاث شهور ده على الأقل وده لضمان توازن الهرمونات تاني داخل الجسم لأن وسائل منع الحمل بتمنع الحمل عن طريق التحكم في الهرمونات الأنثوية فاهمين قصدي؟ أنا هنا طبعاً بتكلم عن الزوجات والسيدات اللي بيستخدموا هم وسائل منع الحمل ما بتكلمش عن الأزواج اللي هم يعني فيه أزواج كتير جداً جداً وأنا شايفين دي يعني الحقيقة برضو من علامات التحضر الكبيرة أوي إن فيه أزواج بيختاروا يقولوا أنا مثلاً عايز أنا الأساهم في منع الحمل فبالتالي أنا هستخدم مثلاً العازل أو الواقي الذكري فيه أزواج كده يقول أنا مش عايز مثلاً زوجتي تاخد أقراص منع الحمل ممكن يكون لها أعراض جانبية أو وسيلة منع الحمل ممكن تعمل مضاعفات طبعاً الحاجات دي تطورت جداً وباقي الأعراض الجانبية أو المضاعفات قليلة أوي أو لما بتتساب فترات طويلة زي اللولب مثلاً والأولب نفسه بقى فيها أنواع لكن أنا بقول إن فيه اختيار برضو إنه ممكن الزوج يقول أنا اللي اخترت إن أنا اللي أكون السبب في تنظيم الأسرة أو السبب في منع الحمل وده بيبقى نوع من أنواع الحب يعني طريقة في التعبير عن الحب لزوجته تمام كده؟ لأن أنا طبعاً بتكلم إن فيه في مجتمعات كتيرة جداً جداً وخاصةً المجتمعات الشرقية الأزواج بيجوا عند النقطة دي ويقول لك لا أنا ما ليش دعوة يعني أنا الموضوع ده ما يخصنيش في حاجة وطبعاً أنا زي ما لسه بقول لكم ده ليس من علامات التحضر على الإطلاق لكن كل شيء مشاركة لإن اسمها حياة زوجية اسمها شريكة حياتك واسمه شريك حياتك فطالما فيه كلمة شراكة يبقى فيه نقاش في كل الموضوعات يبقى اتفقنا لو فيه زوجة بتستخدم وسيلة منع حمل عشان تخطط بقى للحمل هي وزوجها توقف هذه الوسيلة قبل ثلاث شهور من يعني المعادل اللي هم عايزين يحصل فيه الحمل تمام؟ طيب لازم كمان تاني نصيحة تعملي بعض الفحوصات قبل الحمل زي إيه؟ زي تحليل أو اللي بيتقاس فيه الأجسام المضادة ضد مرض مثلا اسمه الحزبة الألمانية عشان لو كان المستوى منخفض عن المطلوب لازم تاخدي التطعيم ده التطعيم اللي هو ضد مرض الحزبة الألمانية قبل ثلاث شهور على الأقل من حدوث الحمل إنه ما ينفعش يتاخد في الحمل كمان لازم ودي النصيحة الثالثة إنك تاخدي كل ده بنقول إيه؟ نصائح لاستعداد للحمل كل ده لسه الحمل ما حصلش تاخدي أرص يوميا من حاجة اسمها حمض الفوليك أو الفوليك أسد بتالي كلنا سمعنا عن الدواء اللي اسمه الفوليك أسد ده وهو بالمناسبة مش دواء هو أحد أنواع فيتامين بي وده ضروري الفوليك أسد ده ضروري علشان يعني ضروري ومهم جدا في تكوين الجهاز العصبي للجنين بالمناسبة الجرعة اليومية المطلوبة من حمض الفوليك هي 400 مايكرو جرام في اليوم يعني لما تشتروا كده للعيل بقت لقوا التركيز ده مكتوب بيتاخد أرص واحد في اليوم بتستمري على الجرعة دي على طول الإجابة أن بقى ده اللي بيقرروا الطبيب أو الطبيبة اللي هتتبعي معهم الحمل بعدما الحمل يحصل إنما أنت بتاخدي قبل 3 شهور على الأقل من حدوث الحمل قبل الحمل بتروح يواخد أرص كل يوم فيه أوقات بتكملي الفوليك أسد ده وانت يحامل بقى ممكن تكمليه أول شهرين وأحيانا أول 13 وفيه ده كثرة في بعض الحالات يعني بيزودوها يقولك لغاية الشهر الرابع أو لغاية الشهر الخامس كل حاجة لها إيه خصوصيتها تمام؟ الشهر طبعا التالت أو الرابع أو الخامس من الحمل إيه تاني من النصايح اللي أحب أن أقولها لحضراتكم التغذية السليمة التغذية السليمة ضرورية جدا والتغذية السليمة أنا أقولش كتيرة السليمة وبالتحديد الأغذية الغنية بفيتامينات A وB وC وE والفوليك أسد ويعني والصدفة احنا عملنا في يحكى أن هنا أرجوكوا رجعوا للحاجات دي سواء على يوتيوب أو على وسائل التواصل عملنا حلقات مطولة عن كل ما له علاقة بالفيتامينات والمعادن فبالتالي هتعرفوا إيه المصادر الغذائية أنا ما جبتش سيرة أدوية هوا إيه المصادر الغذائية اللي تقدر نحصل يعني من خلالها على المكونات المهمة دي أو الفيتامينات والمعادن المهمة دي كمان الكالسيوم مهم جدا والأحماض الدهنية الأساسية اللي هي اللي بنسميها الأوميجا ثري ودي الأحماض اللي هي المفيدة للجسم لازم كمان غذائك يكون فيه زنك وحديد وسيلينيوم خلاص كل الحاجات دي كل اللي أنا لسه أيله ده نرجع بقى للحلقات فنشوف بقى السيلينيوم ده موجود فين هتعرفوا موجود فين الحديد موجود فين هتلوم فين الزنك موجود فيه وهكس طيب إيه النصيحة اللي بعد كده كل ده في إطار الاستعداد للحمل تمرينات الرياضية في ناس ممكن تستغرب من الكلام دي وإنك هو أنا هعمل تمرينات الرياضية عشان أبقى حامل آه لأنه التمرينات الرياضية دي لما بتتعمل في فترة ما قبل الحمل هقولكوا تمرينات زي إيه زي تمرينات إطالة العضلات زي تمرينات الماشي الماشي مهم جدا وتمرينات الإطالة بتاعة العضلات دي مهمة جدا التمرينات الرياضية في فترة ما قبل الحمل وأحيانا الجاري والسباح بيساعدوا جدا على تقوية عضلات أسفل الظهر وعضلات المعدة وعضلات الساقين طيب ودول إيه علاقتهم بالحمل ده هيخليكي قدرة تستحملي التغيرات الكبيرة اللي هتحصل لجسمك خلال فترة الحمل برضو من نصايح اللي أحب أقولها للناس اللي بيستعدوا للحمل طبعا لو بتاخدي علاج منتظم لأي مرض أي مرض غدة درقية بتاخد لها علاج مرض الضغط مرض سكر أي مرض بتخديله علاج دائم يعني لازم تنسقي مع طبيبك المتابع وتقوليله كده أنا بخطط للحمل حل حضرتك هتغير لي الجرعة هتغير لي الدواء خلوا بالكم النقطة دي فالدكتور بيديكي الجرعة أو الدواء الملائم للمشروع المستقبلي اللي انت بتخططي ليه انت وزوجك اللي بيبقى ملائم للحمل كمان النصيحة اللي بعد كده حولي كمان تعملي فحص على أسنانك الأسنان بالذات وتعلجي أي حالة مرضية فيها لأن دا مش هيكون متاح ليكي وانت حامل وكتير قوي بيبقوا حوامل ويقولوا إيه يعني بيبقى قبل الحمل وتلاقي مثلا فيه مشكلة في السنان خلاص فتبقى مكسلة تعملها أو تقولك ما بتقلمنيش قوي خلي بالك لو انت بتخططي للحمل ولا قدر الله حصل تفاقم في هذا الألم اللي هو اللي هو علاقة بالأسنان أو المشكلة يعني مش هتعرفي تعملي حاجة وانت حامل فإيه خلاصي الموضوع بدري برضو خدي بعين الاعتبار تأثير الحمل على تحركاتك في الشهور الجاية زي إيه زي مثلا الدراسة فيه ناس آه بيدرسوا يعني بيبقى فيه ناس بتشتغل وبيحبوا يعملوا دراسات عليا وكلام ده كله أنا طبعا بتكلم يعني أنا ضد الحقيقة بشكل شخص ضد مثلا أن يبقى حد في الجامعة ومتجوز يعني ده بيبقى بدري قوي لكن أنا بقول الدراسة ليه في الوقت الحاضر اللي احنا فيه ده بتبص لو فيه ناس فتيات وسيدات كتيرة وزوجات يعني بيبقوا عايزين يطوروا من قدراتهم فتلاقيها ايه مثلا بتدرس حاجة وهي بتشتغل أو بتاخد كورس أو بتا اعمل حسابك بقى طب وانا حامل هكمل في الموضوع ده ازاي لو انت بتشتغلي لو انت بتسافري بتسافري مثلا مع زوجك في مكان في مرافقة لو في مكان عمله أو انت نفسك بتسافري في مكان العمل يبقى لازم تخططي الحكاية دي هتمشي ازاي وانت حامل صح النجاح هو انك تركزي بكل قوتك على اللي عندك رغبة عظيمة فيه انك تحقق ايه ورغبتك العظيمة انك تكوني ام هي اللي هتخلي حملك بداية قصة نجاحك طيب ده كان اول موضوع عايزين اتكلم فيه اللي هو الاستعداد للحمل تاني موضوع التوقيت المناسب لحدوث الحمل هل فيه وقت مقترح طبعا هتعرفوا قصدي بالحملة هنا قصدي بالاخصاب هل فيه وقت مقترح بيكون افضل من غيره لحدوث الاخصاب يعني ان الحمل بقى يحصل طبعا الاخصاب للناس يعني اللي مش عارفة هو اتحاد قلب ويضة اللي بتكون عند الزوجة مع الحيوان مع احد الحيوانات المنوية واحد بس اللي بيكون من الزوج لبداية تكوين الجنين طيب هل فيه وقت مناسب ولا وقت ما يجلنا كده مزاجنا ممكن ان يحصل الحمل لا ده فيه وقت محدد وقت الاخصاب ده بيكون وقت معروف والموضوع ده اللي انا بقوله لكو ده في منتهى الاهمية وقت محدد لوقت الاخصاب بيكون وقت معروف بنقدر نحسبه ازاي على فكرة بناء على المعلومة الطبية اللي انا بقولها دي احد وسائل تنظيم الاسرة للازواج اللي عايزين يأجلوا الحمل هو ممارسة العلاقة الزوجية بعيد عن الفترة دي اللي هي الفترة المناسبة للاخصاب فيما يعرف بفترة الامان يعني تلاقي الزوج والزوجة عارفين ان الايام دي هي اللي ممكن يحصل فيها حمل فيقوموا بقى يمارسوا علاقتهم الزوجية بعيد عن الايام دي تمام كده نرجع تاني للفترة المحددة للاخصاب نحسبها ازاي او نعرفها ازاي بنعرفها بشرط ان تكون الدورة الشهرية منتظمة لما تكون الدورة الشهرية منتظمة بنعمل ايه بنحسب 15 يوم قبل اول يوم من بداية الدورة الشهرية وبتكون الفترة دي 3 ايام قبل المعدة و 3 ايام بعده خلينا نضرب مثل حسابي عشان نقرب لحضراتكم الصورة وتفهموها اكتر يعني لو كانت زوجة دلوقتي بتسمعني مثلا مثلا يعني الدورة الشهرية بتبدأ عندها يوم 20 من كل شهر تمام منتظمة ايه خلاص نرجع 15 يوم يبقى ايه يوم 5 في الشهر يبقى فترة الاخصاب المثالية او المناسبة لهذه الزوجة 3 ايام قبل يوم 5 و 3 ايام بعده بعد هذا التاريخ يعني فترة الاخصاب في الحالة اللي لسه ايه لها دي هتكون احد الايام بتاعت عند السيدة دي احد الايام اللي هي يوم 2 او 3 او 4 من الشهر اللي هما 3 ايام قبل يوم 5 او احد الايام 6 او 7 او 8 يبقى احنا قلناه تاني لو الدورة مثلا بتيجي يوم 20 من الشهر كل حد دلوقتي تقدر تحسبي الحزبة الدورة الشهرية بتجيلك يوم 20 من كل شهر ارجعي 15 يوم خلاص اطراحي 15 يوم وخدي التاريخ اللي هو مثلا لو بتجيلك يوم 20 يبقى يوم 5 يبقى انتي 3 ايام قبلها يبقى يوم 2 في الشهر و3 و4 و3 ايام بعدها 6 و7 و8 بالحزبة دي يقدر كل زوج وزوجة يعرفوا فترة الاخصاب الملأمة ليهم واللي زي ما حضراتكم عرفتم هي دلوقتي بتكون 6 ايام من كل شهر طبعا فيه ازواق كتير قوي ما بيحسبوش الفترة الاخصاب دي وبيسيبوا الحكاية للصدفة وبناء على كده الاحصائيات بتقول ان 25% بس من الزوجات بيقدروا يحملوا خلال شهر واحد من الزواج و60% بيقدروا يحملوا خلال اول 6 شهور من الزواج وتوصل النسبة لـ 80% خلال السنة الاولى من الزواج وبتواصل النسبة دي ارتفاعها عشان توصل لـ 90% خلال اول 18 شهر بعد الزواج يعني بعد سنة ونص الحياة انا اصدي بالمعلومة دي اني اطمن الازواج والزوجات اللي في بداية جوازهم ان فرص حدوث الحمل بدون تخطيط كده او حساب لفترة الاخصاب بتكون قليلة زي ما عرفتم وبتزيد بشكل تلقائي بعد كده وان كان الافضل طبعا هو حساب فترة الخصوب وطالما تكلمنا عن احتمالات حدوث الحمل فواجبنا ننبه الزوج والزوجة ان في عوامل محددة ممكن تقلل القدرة على الانجاب وهي عند الزوج ان الزوج ده يكون بيدخن يعني الزوج اللي يدخن قدرته على الانجاب بتقل شرب الكحوليات وانواع محددة من الادوية وزيادة الوزن بشكل كبير والبقاء لفترات طويلة في درجة حرارة عالية او التعرض لبعض انواع الاشاعات او الكيمويات الحاجات دي بتضعف قوة الحيوانات المنوية عند الزوج وكمان بتقلل عددها اما بالنسبة للزوجة ففي عوامل برضو محددة بتضعف القدرة على التبويد زي برضو التدخين او زيادة الوزن او الانسداد في قنوات فلوب او الحمل بعد سن 35 سنة بالمناسبة التبويد بعد عمر 35 سنة مش لازم يحصل كل شهر رغم انتظام الدورة الشهرية هتعرفوا بقى تفسير الجملة دي بسما نطلع لفاصل ونرجع اشرح لكم يعني ايه الجملة دي يحكى ان نازال متواصل اهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية في يحكى انه وبداية حلقاتنا اللي خصصناها لحضراتكم عن كل ما يجب معرفته عن الحمل في الفاصل او الجزء الاول قبل الفاصل اتكلمنا عن نصايح عن الاستعداد للحمل واتكلمنا في الموضوع التاني عن ازاي بتتحسب فترة الخصوبة اللي هي فترة الخصوبة اللي بيحصل فيها التخصيب او بيحصل فيها الحمل وقلنا ايه العوامل اللي بممكن تضعف القدرة على الانجاب عند الرجل ونفس العوامل دي عوامل تانية عند السيدة ووقفنا مع حضراتكم عند معلومة ان فوق سن الخمسة وتلاتين عند السيدات ممكن القدرة على التبويض ما بتكونش كبيرة او منتظمة رغم يعني مع وجود الدورة الشهرية وقلتلكم هاشرحلكم الحكاية دي يعني ايه يعني ان الزوجة بعد السن ده اللي هو سن خمسة وتلاتين سنة لازم تقيس مستوى التبويض عندها بالتحليل الطبي يعني ايه يعني ما تعتمديش بس على وجود الدورة الشهرية وتفتكري ان وجود الدورة الشهرية ضمان لحدوث الحمل لان ده مش صحيح ولكل الازواج اللي اتأخر عندهم حدوث الحمل بنقول لهم ارجوكم خلوا بالكم من فترة الخصوبة الست ايام بتوع كل شهر خلاص وفي حالة عدم حدوث الحمل برضو يعني بعد مراعاة الوقت ده فالكشف الطبي بيكون ضرورة وبالتأكيد اجراء الفحوصات الطبية للزوج والزوجة هيخلينا نعرف سبب التأخير وبالتالي علاجه وبالتالي حدوث الحمل ان شاء الله تمام؟ طيب الموضوع اللي بعد كده اسمه تأخر الحمل احنا باتفقنا هنتكلم في موضوعات كتير او ان شاء الله بعد الحلقات دي ما تخلص هتلاقي نفسكم عندكم كل ما يجب معرفته عن الحمل في الاحوال العادية وتحت سن 35 للزوجة يعني ومع تاريخ طويل في انتظام الدورة الشهرية ومع عدم وجود تاريخ مرضي لاي عمليات سابقة عمليات جراحية يعني في منطقة البطن او الحض مش المفروض الزوج والزوجة يقلقوا من عدم حدوث الحمل كتير من الازواج ما بيحسبوش الفترات المناسبة للتخصيب الزوج والزوج ما بيبوش عارفين المعلومة اللي انا قلتها لك دي عشان كده ممكن عدم حدوث الحمل يستمر طول السنة الاولى بعد ما يتجوزوا يعودوا طول السنة الاولى ما يخلفوش او ما يحصلش الحمل وطبعا بقى الناس او ما فيش حاجة برضو بتاعوا الناس تبتيت تسأل فده يوطرهم مع ان الموضوع كله ان هما مسلا مش عارفين الايام المناسبة بس والحمد الله برضو ان دلوقتي دي من الفوائد بتاعت التكنولوجيا يعني انه بقى فيه applications بتقولك ايه الايام يعني بتساعدك على اجراء الحزبة اللي انا لسه قيلها دي طيب اذا استمر الوضع كده بعد كده يعني بعد مرور سنة لا فلازم بقى نرجع ونشوف المشورة الطبية للزوج والزوج الزوج بنعمل حاجة اسمها اختبار السائل المنوي بيتأسبق بدقة جدا عدد الحيوانات المنوية وكفائتها مش بس عددها الكفاءة مهمة جدا اما الزوجة فبيجرى لها اختبارات الطبويد وفحص مستوى الهرمونات وفحص قنوات فالوب وبتعملها صورة دم وظيف كلا وظيف كابت طيب لو الزوجة كانت فوق عمر الخمسة وتلاتين المفروض الانتظار ما يكونش سنة بقى كاملة وده لان الطبويد زي ما لسه بقول لكم بعد سنة خمسة وتلاتين ما بيكونش ما بيبقاش كل شهر حتى مع انتظام الدورة الشهرية بس انا في النقطة دي بس عايز اقول حاجة يعني من واجبي ان انا اقولها لان دي حاجة انسانية قبل ما تكون طبية حاليا الزروف الاجتماعية والاقتصادية مش بس في منطقتنا او في بلدنا لا ده في العالم كله بقت تنعكس على معدلات سن الزواج وكتير من السيدات والرجال ما بيبدأوش خطوة الزواج ومحاولة تكوين أسرة الا بعد عمر خمسة وتلاتين فالحكاية دي ما فيهاش اي مشكلة وبالمناسبة دي انا عايز ان فيه معلومة يعني او بعض المعلومات الخطيئة ان فيه برضو ناس كده تقعد تفتي على وسائل التواصل وعلى الانترنت مش كل حاجة يا جماعة الانترنت صح يقولك ايه انه ممكن يحصل زيادة في فرص انجاب اطفال يعانوا مثلا من متلازمة داون او داون سندروم لما بتكون السيدة الحامل حملها الاول بعد عمر خمسة وتلاتين سنة الكلام ده خطأ وغير علمي والابحاث والاحصائيات الطبية هي اللي هترد الاحصائيات الطبية بتقول ايه ان نسبة وجود اطفال عندهم متلازمة داون بتكون طفل واحد من كل 1300 طفل دا لو الام عند في سن 25 سنة ما بين 25 و 30 والنسبة بتكون طفل واحد من كل 965 طفل لو الام في سن 30 من 30 ل 35 وطفل واحد من كل 365 طفل لو الام في فوق السن 35 يعني من كل 365 يعني من كل 365 طفل او كل 365 حالة حمل فرصة وجود طفل يعاني من متلازمة داون بتكون طفل واحد تمام كده وبنختم المؤشرات والنسب دي بمعلومة تانية ايجابية برضو وهي ان الحمل لغاية سن 45 سنة عند السيدة طالما صحتها كويسة وهي ما عندهاش مشاكل طبية وما عملتش عمليات في البطن قبل كده بتاع بتكون فرص ولاد الطفل بدون مشاكل تفتكره كام لغاية 45 سنة 97% دي احصائيات طبية ده مش كلام مش كلام تفاقل يعني لكن طبعا الاهتمام الطبي بالحمل سواء للام او الجنين اذا كانت الام يعني فوق 35 سنة لازم يكون مكسف ودقيق لان فرص المشاكل بقى المصاحبة للحمل بتكون ازيت شوية ايه بقى المشاكل المصاحبة للحمل ان مثلا الام يرتفع عندها ضغط الدم اثناء الحمل او انه يحصل لها اختلال ولو مؤقت في حرق مستوى السكر في الدم اثناء الحمل دي نسب بتكون اعلى شوية من المعتاد تمام كده بالاضافة لانخفاض فرص الحمل نوعا ما عن الفترة اللي هي تحت سن 35 انا بقول يعني انه ايه انه في الكتب حتى الطبية دايما يركزوا على سن 35 ده بيعتبروا يعني شوية نقطة فاصلة نقول ايه بقى بنخلي بالنا من حاجات زياد انما مش بنقول خطر او ما ينفع لا لا فيش حاجة سماكت تمام طيب الموضوع اللي بعد كده خلاص بقى حصل الحمل الحمد لله يا رب يا رب كل اللي نفسهم يبقى عندهم هذه النعمة العظيمة من ربنا سبحانه وتعالى ربنا يرزقهم ويكتبها له الجنين بقى بيتكون من ايه البوايدة اللي تم تخصيبها بحيوان منوي واحد على فكرة من مئات الملايين اللي حاولوا يوصلوا له بتكون مكونة يعني مكونة من خلية واحدة بمجرد حدوث عملية الاخصاب ايه هي عملية الاخصاب اختراق الحيوان المنوي للبوايدة حيوان منوي واحد يخترق البوايدة يتكون خلية الخلية دي بيحصل فيها تغير يمنع اختراق اي حيوان منوي تاني لها يعني الخلية دي بقى بتقعد هي دي اللي بتكون بسمها البوايدة المخصبة بتتضاعف في العدد يعني هيكت خلية واحدة تبقى اتنين والاتنين يبقوا اربعة والاربعة يبقوا تمانية تمام كده؟ 8 أبو 16 لغاية اليوم السابعة وده المعاد اللي بتوصل فيه للرحم وبتكون وقتها مكونة من كام؟ من أكتر من مئة خلية بيكون ساعتها اسمها بلاستوسيست البلاستوسيست دي بتفضل برضو تتضاعف في العدد من حيث التركيب وبتكون عبارة عن طبقتين البلاستوسيست بقى الوقت اللي هيبقى الجنين يعني طبقتين الطبقة الخارجية ودي اللي بتكون المشيمة والمشيمة هي اللي بتدي الحياة للجنين هي اللي بتسمح بمرور الغذاء والأكسوجين وحتى الأجسام المضادة اللي هي بتحمي الجنين من أي أمراض أو بكتيريا أو مايكروبات أو كده دي الطبقة الخارجية وده طبعا كله بيبقى من الأم للجنين عبر الحبل السوري على فكرة المشيمة اللي هي البلاسينتا ما بيكتملش نموها إلا عند الأسبوع لـ 12 من الحمل طيب دي كانت الطبقة الخارجية من البلاستوسيست أما الطبقة الداخلية فهي اللي بتكون بعد كده بتتحول إلى الجنين واللي بدوره بيكون عبارة عن ثلاث طبقات من الأنسجة الجنين بقى ثلاث طبقات طبقة خارجية طبقة وسطة طبقة داخلية الطبقة الخارجية هي اللي بتكون مسؤولة عن تكوين الجلد والجهاز العصبي والغدة النخامية والأسنان أما الطبقة الغسطة فهي اللي بتكون القلب وكل الأوعية الدموية والعظام والعضلات والكليتين والأعضاء التنسلية وأخيرا الطبقة الداخلية هي اللي بتكون مسؤولة عن تكوين الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي والكبد والغدة الدرقية المزهل في معجزة تكوين الجنين دي معجزة فعلا يعني ده مش كلام مجازي المزهل في معجزة تكوين الجنين إنه مش بس كل حاجة تقريبا بتتكون في مدى زمني قصير يعني ما بيكونش فيه وقت كبير بيفصل ما بين تكوين جزء في جسم الجنين وجزء تاني لكن كمان إن كل الأجهزة الحيوية في جسم الجنين بيبدأ نموها في أول فصل من فصول الحمل ما هو الحمل 3 فصول كل فصل 13 أسبوع يعني خلال فترة أول 13 أسبوع من الحمل ها بيتتكون كل الأجهزة بيبدأ تكوين كل الأجهزة وده اللي بيخلينا نأكد عليك دايما إنك تكوني في منتهى الوعي والحرص خلال الفترة دي وطبعا طول فترة الحمل بعد كده طيب إيه الموضوع اللي بعد كده استمرار الحمل خلاص حصل الحمل استمراره بقى من أكتر الحاجات اللي بتقلق أي زوج حامل أي زوج برضو يعني هو الهاجس أو القلق الخاص باستمرار الحمل بشكل ناجح بمعنى بمعنى آخر يعني القلق والتوتر بيجوا من مجرد التفكير في السؤال اللي بيخطر على العقل نسبة كبيرة جدا من الزوجات الحوامل إيه هو السؤال هو نسب فقدان الجنين يعني كبيرة ولا صغيرة ولا قد إيه سؤال مقلق طبعا سؤال مقلق لكن الإجابة العلمية هي اللي هتطمننا وخلونا في البداية نعكس السؤال هقول لكم إزاي ما نخلي السؤال إيه نسب الاحتفاظ بالجنين مش فقدانه إيه نسب الاحتفاظ بالجنين في الحمل خدوا بقى الإجابة العلمية الإجابة هي إن النسبة ما بين 80 إلى 90% يعني من بين كل 100 زوجة حامل في 80 إلى 90 زوجة بيقدروا يكملوا رحلة الحمل بتاعتهم بدون أي مشاكل أو عقبات طبعا الزوجات اللي عندهم تجرب سابقة في الإجهاد لازم يبحثوا مع الطبيب المتابع عن كل سبب يعني إيه أسباب الإجهاد السابق تيه ليه حصل عشان نتجنبها أو نعالجها سواء كان السبب بقى خاص بطبيعة الرحب أو وجود أي أسباب أخرى زي التهابات أو رملي فيا أو اختلال في مستوى الهرمونات أو الحمل خارج الرحب وغير كده يعني من الأسباب اللي ممكن وجود أي منها لقدر الله يسبب الإجهاد على فكرة عادة لو حصل إجهاد لقدر الله ده بيكون غالبا في نهاية الأسبوع الثامن أو نهاية الأسبوع الثناشر يعني بدءا من الأسبوع الثالث عشر ما بيكونش فيه فرص كبيرة لحدوث الإجهاد واللي زي ما قلنا نسبته لا تتجاوز العشرة إلى عشرين في المائة من كل حالات الحمل طبعا فرص استمرار الحمل بشكل صحي بيعتمد على عوامل أساسية زي الاهتمام بصحتك اللي دلوقتي بقت مرتبطة كمان بصحة الجنين ممنوع تناول أي أدوية بدون استشارة طبية وعلى فكرة الأدوية اللي بتعمل مشاكل مع الحمل أدوية قليلة عكس ما انتوا فاكرين لكن الطبيب المتابع هو اللي بيحددها معاك لازم كمان لانتظام على الفوليك أسيد اللي هو الحمد الفوليك اللي انت كنت منتظم عليه من قبل الحمل وبيستمر تناوله بعد الحمل لفترة زي ما اتفقنا ممكن تبقى شهرين أو ثلاثة حسب قرار طبيبك السيدات والزوجات اللي فوق سن 35 لازم يلتزموا بتعليمات الطبيب المتابع ليهم بكل دقة وحرص لأن في العمر ده بيكون في بعض الفحوصات والتعليمات الطبية الإضافية أكيد فيه برضو زوجات كتيرة قوي بيخافوا من مصطلح طبي ممكن يسمعوه وهو الحمل خارج الرحم إيه بقى الحمل خارج الرحم؟ تعالوا جينا نطلع فاصل ونرجع نكمل يحكى أن مازال متواصل خليكم معنا أهلا وسهلا بحضراتكم في الجزء الثالث والأخير من حلقة النهاردة وقفنا قبل الفاصل عن مصطلح أو جملة بتتسمع أحيانا وهي الحمل خارج الرحم وطبعا دي حالة بتنتهي بالإجهاد لأن الرحم هو المكان الطبيعي لنمو الجنين لكن أرجع وأطمنكم مرة جديدة أرجوك ويرجعوا بقى الوسائل التواصل اللي ما شافش الحلقة من بدايتها يطمن هو ويطمن غيره هقول لكم أن نسبة حدوث الحمل خارج الرحم نسبة ضعيفة جدا بتكون في حدود واحد إلى متين الله يعني من كل متين حالة حمل بيحصل حالة حمل واحدة خارج الرحم وطبعا بنرجع نأكد على ضرورة الالتزام بكل النصائح الطبية والفحوصات اللي الطبيب بيطلبها منك إلى جانب الاهتمام بالراحة والتغذية السليمة ولولا قدر الله لاحظت يوجود أي أعراض غير طبيعية تبلغي طبيبك فورا وتحديدا لو حصل تقلصات مؤلمة أسفل البطن أو نزيف مهبلي لونه أحمر داكن داكن يعني غامق على فكرة الأعراض دي مش معناها أن الإجهات حصل كمان لا قدر الله يعني لكن معناها أن في حالة طرقة طبية لازم التعامل الطبي السريع معها طبعا فيه أعراض تانية مهمة برضو زي آلام أسفل الظهر أو وجود إفرازات مهبلية تشبه الأنسجة لكن بكرة وجود أي عرض من دول لا يؤكد حدوث الإجهات لكن فقط يستدعي التعامل الطبي الصحيح مع الحالة في الوقت دا وفي كل الأحوال خليك دايما متأكدة أن الاستعداد الصحيح للحمل بيخليك تدخلي في النسبة الكبيرة جدا من الزوجات اللي إن شاء الله بيكملوا رحلة حملهم في أتم صحة هما والجنين واللي عددهم زي ما عرفنا بيكون من 80 إلى 90% من إجمال الزوجات الحوامل وصلنا بعد الوقت الموضوع مهم قوي أعراض الحمل في البداية عايزين نفرق ما بين حاجتين في حاجة اسمها أعراض الحمل ودي اللي بتحصل في وقت مبكر بعد حدوث الحمل خلاص وفي حاجة تانية اسمها التغيرات الجسدية أو النفسية المصاحبة للحمل ودي بتحصل مع استمرار رحلة الحمل اللي بتمتد 40 أسبوع أو 9 شهور لما بيذكر عبارة أعراض الحمل بيكون المقصود بيها الأعراض أو العلامات المبكرة اللي بتتزامن مع حدوث الحمل أو بعد حدوثه مباشرة وقبل ما أكلمكم عن أي أعراض للحمل مهم جداً نقول لكم بعض القوانين الهمة في الموضوع ده القانون الأول إن مش لازم كل الأعراض اللي هنقولها لك دلوقتي بعد شوية تحصل يعني الموضوع بيختلف بين زوجة للتانية بمعنى إن ممكن زوجة حامل تلاقي بعض الأعراض نقصة عندها وممكن واحدة تلاقيها كلها كل حاجة وردة بيستثناء حاجة واحدة بس الحاجة اللي بيشترك فيها كل زوجات الحوامل إيه هي العرض الوحيد اللي بيشتركوا فيه كلهم انقطاع الدورة الشهرية ده اللي لازم بيكون موجود عند كل الزوجة حامل طيب ده قانون الأول قانون التاني هو إن بعض الزوجات أثناء الحمل ما بتمرش عليهم أي أعراض للحمل بخلاف انقطاع الدورة الشهرية يعني فعلاً تلاقي زوجة حامل ما عنداش أي عرض غير إن هي بس الدورة الشهرية مش موجودة والوقت ده بيكون الحمل بدون أعراضه ومفوش أي خطورة لحد ما تبدأ بقى التغيرات الجسدية والنفسية في الظهور مع تقدم رحلة الحمل يعني يبتدي بقى زيادة في الوزن وهكذا أما القانون التالت وده قانون مهم برده إن الأعراض ممكن تختلف عند نفس الزوجة من حمل إلى حمل آخر يعني إيه؟ يعني تكون الأعراض واضحة وظهرة فحمل معين تيجي نفس الزوجة دي تحمل بعد سنتين أو تلاتة فحمل تاني تلاقي عندها أعراض تانية خال أو ما بتظهرش الأعراض دي ده بردوارد طيب بخصوص بقى الأعراض المبكرة للحمل إحنا هنلخصها لحضراتكم في عشر أعراض العرض الأول وده أهم الأعراض زي ما قلنا هو غياب الدورة الشهرية وبنبع حضراتكم لنقطة مهمة إنه أحياناً بيحصل نزول لبعض القطرات الخفيفة من الدم حتى بعد حدوث الحمل وده نتيجة انغماس البوايدة المخصبة في بطانة الرحم الدم الخفيف ده إذا وجد بيكون مختلف تماماً عن الدورة الشهرية المعتدة للزوج واللي انقطاعها هيصاحب الزوج الحامل طول رحلة الحمل الممتدة زي ما قلنا إلى أربعين أسبوع أو بمعنى دق كمان بيستمر اللي بعد الولاد يعني الدورة الشهرية بتفضل منقطع كمان بعد الولاد حبة يعني حبة صغارية العرض الثاني هو حدوث بعض التغيرات في الثديين زي تغير الشكل أو الإحساس ببعض الألم أو الشكشكة الخفيفة والتغيرات دي اللي بتحصل في الثديين دي بتكون كلها في إطار الإعداد الجسم بيستعد لعملية الرضاعة اللي هتقدميها لطفلك بعد الولاد العرض الثالث ده برضو من أشهر الأعراض هو الغثيان الغثيان اللي هو الميل للقيق واللي أحياناً بيكون مصحوب بقيق فعلاً أو بيقف عند مرحلة أنه الزوجة تبقى عايزة ترجع والحقيقة أنه بيبقى ملاحظ جداً في بداية اليوم عشان كده سموه في الكتب الطبية مرض الصباح أو مورنينج سيكنس ورغم اسمه ده إلى أنه ممكن يحصل في أي وقت خلال يوم ممكن يحصل بالليل وفي الظهر وعادي بس أحب أأكد وطمن حضراتكم أن غثيان الصباح لا يشكل أي خطورة عليك أو على الجنين وبيختفي مع نهاية الفصل الأول من الحمل يعني مع نهاية الشهر التالت تقريباً العرض الرابع الإحساس بالإرهاق أو الخمول أو الكسل إرهاق خمول كسل والحقيقة أن المسمى بيختلف وصفه من زوجة للتانية لكن بيفضل غالباً في إطار أحد التعابيرات التلاتة دول خلاص؟ العرض الخامس هو تغير شكل التبول عند الزوجة الحامل سواء زيادة مرات التبول أو زيادة الكمية أو تقطع البول أثناء عملية التبول أو كل دول مع بعض العرض نمرة 6 بيكون في حدوث تغيرات في حستي الشم والتذوق يعني ممكن الزوجة الحامل تبتدي تتدايق من روايح معينة ما كانتش بتدايقها حاجات معينة في الأكل البرفان أو الحاجة اللي أنت كنت بتحطها كزوج تبتدي تتدايق هي مش مدايقة منك هي في روايح معينة بقت تدايقها ممكن برضو تحسي ببعض الطعم المعدني في الفم حتى من غير تناول أي طعام العرض السابع بيكون زيادة الرغبة في تناول الطعام أو العكس إن عدام الشهية خالص للطعام يعني ممكن ده يحصل أو ده يحصل وده وطبعا العرض ده مرتبط ما يعرف أنا عارف كلكم عايزين تسمعوا كلمة الوحم يعني الكريفينج أو الكريف الوحم ده الرغبة في تناول أكلات معينة وده على فكرة ملوش أي سند علمي وكل الخرافات المتعلقة بيه غلط العرض التامن اللي ممكن يحصل في بدايات الحمل بيكون جفاف الفم واللسان وده بيزود الرغبة في شرب المية أو السوائل بشكل عام أما العرض التاسع اللي ممكن يحصل للزوجة شوفوا عم ما اللي أقولي ممكن للزوجة في بداية الحمل بيكون هو الإمساك أما العرض العاشر والأخير فهو في بعض التغيرات المزاجية وده بسبب هرمون البروجستيرون اللي ابتدى يزيد إفرازه عند حضرتك وانت حامل وده بيخليكي أو بيخلي الزوجة الحامل في الوقت ده أكثر عاطفية بس بالتحديد بقى أكثر عاطفية تجاه أي حاجة ممكن تكون بتزعلك يعني ما تستغربوش أنا هنا بكلم بقى الأزواج أو أنت كمان ما تستغربوش نفسك في الوقت ده لو لقيت نفسك بتزعلي أو تعياتي من أقل حاجة خلاص دول العشر أعراض اللي بيدلوا على حدوث الحمل وزي ما قلنا دي الأعراض المبكرة ورغم العدد الكبير ده من الأعراض إلى أننا بنرجع نأكد على حاجتين الأولى أنه باستثناء غياب الدورة الشهرية فالأعراض بتختلف من زوجة حامل إلى أخرى والحاجة الثانية هي ضرورة تشخيص الحمل بالوسائل الطبية زي اختبار الحمل أو تحليل الدم لهرمون الحمل أو فحص طبعا الموجات فوق الصوتية دون الاعتماد على الأعراض حتى لو كانت كلها موجود الحب العميق في اتجاه واحد أحيانا بيخلينا محبين في كل الاتجاهات حبك لطفلك هو مفتاحك لحب كل الدنيا من حواليك طيب الموضوع اللي بعد كده اللي عايزين نتكلم فيه مع حضراتكم هو الحقيقة مش موضوع بقى تنويه عن الحلقة القادمة اتخذتوا بالكو احنا اتكلمنا في كم موضوع النهاردة اتكلمنا في الاستعداد للحمل تمام اتكلمنا في الوقت المناسب لحدوث الإخصاب اتكلمنا في أعراض الحمل اتكلمنا في استمرار الحمل اتكلمنا في تأخر الحمل اتكلمنا الجنين عبارة عن ايه ارجعوا بقى الحاجات دي للي ما شافش الحلقة او ما شافش من الاول او شافها او عايز يرجع يبقى عنده معلومات تانية يكتبها او يحتفظ بيها الحاجات دي كلها موجودة على اليوتيوب وموجودة على فيسبوك تمام طيب الحلقة الجاية بقى هنتكلم في ايه الحلقة الجاية بقى هتبقى حلقة جميلة او هنتكلم بقى مع حضراتكم عن اللي بيحصل للجنين في كل شهر من شهور الحمل التسعة يعني الشهر الاول الجنين بيحصل في ايه او بيحصل له ايه شهر التاني شهر التاني لغاية ما نوصل الى الشهر التاسع باذن الله تمام كده حلقة يعني هتكون بجد مفيدة جدا ومهمة جدا لانك هنا بقى بنتكلم مش عن حضرتك لقى حضرتك هنتكلم معاكي عليك يعني بس في حلقات تانية الحلقة الجاية دي بقى مخصصة بالكامل ليه ايه بقى وليه العهد سواء كان بقى ولد او بنت ان شاء الله ايه بقى اللي بيحصل معاهم طوال فترة الحمل وبالتالي اللي نخلي بالنا منه دي نقطة مهمة قوي انتو هتفجأوا بحاجات غريبة جدا والناس ممكن تبقى بتعمل اخطاء والناس ممكن تبقى بتعمل حاجات ومش اخدى بالها منها ان هي خطر او في وسائل اللي هي تبقى للحفاظ على الحمل وعلى الجنين بشكل وهي في منطقة البساطة وهكذا انا بدعو حضراتكم انكم تفضلوا متابعين معانا سلسلة الحلقات اللي بدأناها معاكم النهاردة وهي عن الحمل ما يجب معرفته عن الحمل وعلى فكرة احنا اتكلمنا هو في الحلقة النهاردة عن موضوعات كتير الحلقة الجاية هنتكلم عن زي ما قلنا شهور الحمل التسعة يا رب بإذن الله بس الحلقة تكفي ان شاء الله يعني ان شاء الله تكفي تمام هتلاقونا بعد كده ما في حلقات بعد كده هنقول لكم اختبار الحمل ده صحيح ولا ولا نتائجه مش دقيقة تمام هنعرف تاني برضو حاجات تانية يعني هنعرف مثلا حاجات ايه بقى علاقة الأدوية بالحمل يعني الحمل في الأدوية ده هيبقى ممكن ناخد أدوية وإحنا يعني وانت حامل ولا ممنوع خالص كل الأدوية هنعرف حاجات عن الربطة مع الجنين ازاي انك ممكن تزودي الربط وهكذا هنعرف حاجات كتيرة قوي قوي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هتكونوا مستمتعين بيها وعايز اقول بس لحضراتكم حاجة مهمة جدا يعني قبل ما اختم الحلقة النهاردة الحاجة المهمة دي هي انه في ناس ممكن تفكر في الحمل انه مسئولية كبيرة جدا وهو مسئولية مش كبيرة مسئولية جسيمة مسئولية جسيمة اشوفوا اعنى استخدمت اللفظ يعني اللي هو يعني يارب يكون قد الحدث لكن خلوا عندكم قناعة انا هنا بكلم بقى البنات ان شاء الله اللي هيبقوا زوجات بعد كده او الزوجات اللي في بداية يعني حياتهم الزوجية او حتى اللي هم بدأوا لسه ما انجابوش اطفال او يعني انجابوا طفل واحد وبيفكروا وطبعا ما تزود ما نزودش بقى عن اتنين يعني تمام ربنا سبحانه وتعالى اختارك لهذه المهمة الجسيمة وربنا من اسماءه وصفاته انه الرحمن الرحيم فربنا سبحانه وتعالى لما يختارك فهو عارف قدراتك عارف كويس قوي ان انت تقدري على انجاز هذه المهمة بكل نجاح لان زي ما قلت في بداية الحلقة الحمل بيخليكي شريكة في صناعة الحياة يعني معزل الله طبعا مش اصدي المعنى يعني الوحش لكن عايز اقول من باب التكريم ان ربنا سبحانه وتعالى بيكرم المرأة وبيكرم الزوجة انه خلاكي سبب من اسباب استمرار الحياة على الارض تمام انا ليه بقول الكلام ده علشان حاجة انا قلتها في الحلقة احنا في زمن مش عارف حاجة اقولها كده بشكل مباشر ما حدش بيعرف يقعد ساكت يعني يعني مع انه الناس اللي المفروض تتكلم بجد بيكلموا يعني بشكل محدد وموضوعي غير كده بقى فيه ناس عمالة تتكلم عمالة على بطها ووسائل التواصل الحقيقة يعني سهمت في ده بشكل فج يعني بشكل مبالغ فيه جدا فاتبصد لو ناس طالعة تحكي عن تجاربها وسواء بسخرية او بتقل دم او يعني هما فاكرين انه يخف الدم يعني هما مش مدركين ان الكلام اللي هما بيقولوه ده ممكن يبعث برسائل سلبية جدا لبنات وزوجات لسه في بداية حياتهم او بيخططوا لحياتهم فيبتدوا يتعاملوا مع الحياة دي على انها شيء مخيف الحياة الزوجية يعني وان الحمل ده شيء يعني مرعب وانه هبقى حامل ازاي وهروح وجه ازاي وهنام ازاي وهاصحة ازاي واللي تقولك انا ببقيتش طيقة جوزي وانا حامل كل ده كلام فاضي وانا بكرر هو كلام ثقيل الدم كمان انما الكلام العلمي والكلام الموضوعي اسماعي بقى الكلام من والدتك واسماعي الكلام من اخواتك الكبار واسماعي الكلام من اصدقائك اللي مروا بالتجربة هيقولولك الحامل والولادة اصعب حاجة في الدنيا لكنها احلى حاجة في الدنيا واجمل حاجة في الدنيا وكل التعب اللي انت بتمر بي ده هتلاقيه بعد كده هتتعودي عليه وهو وقت وخلاص وهيعدي وبعد كده الحياة راحة لا الحياة ارهاق ومسئولية تانية مسئولية بقى الجنين بقى اللي تولد ده بقى بوجود بقى لحم ودم هنخلي بالنا منه ازاي ودي سنة الحياة سنة الحياة مش صعبة سنة الحياة هي ان احنا ورانا مسئوليات لازم نعملها انا بقولكو الكلام ده علشان محدش يخاف ومحدش يستصعب وتلاقوا في زوجات انا لاحظت كده ان في زوجات كتير قوي يقولك ايه احنا متفقين نصي احنا نأجل بقى الحامل والولادة وكده اربع خمس سنين اصل انا مش عارفة هكمل ولا لا اصل انا اكمل في الحياة يعني اصل انا قدر طلع مش عارف مش كوي وهكذا طبعا كل حاجة لها تخطيط وكل حاجة لها لها كلام موزون لكن ما يبقاش السبب هو ان احنا عايزين اصيحنا عايزين نتفسح ونخرج وبتاقف ومين قال لكم ان انتو وانتو حامل وانتو معاكو اولاد مش هتتفسحوا ومش هتخرجوا ومش هتتبسطوا ده الفسح والخروج والانبساط بيبقى لها بقى شكل تاني خالص بتبقى بقى حاجات كلها جميلة وحاجات حلوة لانها كلها حاجات بتبقى للمصلحة العامة اشترككم في الحلقة الجاية مع رحلة التسع شهور من الحمل يحكى ان ان شاء الله بكون معاكم كل يوم سبت اشوفكم السبت القادم باذن الله تعالى سلام عليكم